يعني بالمختصر مفيد حضراتكم تقدروا تقولوا كده ان روسيا شق الدول الاتحاد الاوروبي نصين الى درجة ان هناك انشقاق وتصدع بشكل غير عادي في قلب دول الاتحاد الاوروبي خاصة مع بدء رئاسة دولة المجر للاتحاد الاوروبي بمجرد ما تولت المجر رئاسة الاتحاد الاوروبي انطلق رئيس الوزراء المجري في جولة مكوكية لإقرار السلام في قلب المنطقة وتبنى الملف بتاع روسيا واوكرانيا الى درجة ان هو التقى بفلادمير بوتين رئيس روسيا واتفق على الكثير من التحركات رغم ان في كل دول الاتحاد الاوروبي النتيجة دول الاتحاد الاوروبي اصدروا بيانات ضد دولة المجر على الرغم من ان المجر هي رئيسة الاتحاد الاوروبي هذه الدورة بالمختصر المفيد واعف بعض تفاصيل خلال هذه الحلقة لكن عملها شير لايك للفيديو ده وكومنتك الجميل انا احمد عبد الهيني وانت من حقك تعرف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بحضرتكم منذ رئاسة المجر للاتحاد الاوروبي بداية هذا الشهر بدأ رئيس الوزراء المجري فيكتور اربان جولة سلام كبرى في عدد من الدول الاوروبية بدأ ببريطانيا وفرنسا وعدد من الدول الاوروبية من اجل اقرار السلام الا وهوى السلام في قلب الدول الاتحاد الاوروبي بيبدأ من قلب روسيا يا اخوانا خلي بالكم احنا دخلنا في نفق مظلم بسبب دعمنا الاوكرانيا في مواجهة روسيا وبناءا عليه احنا خسرنا كتير جدا واحنا عاملين زي سائق العربة شبهها كده فيكتور اربان شبه دول الاتحاد الاوروبا كده الدول الاتحاد الاوروبا عاملين بالزبط زي سائق متعاطي مخدرات بيقود عربية كبيرة دفعها في اتجاه او في منخضر النتيجة لبسها في الحيطة دمرها خربها والعربية لو استمرت بهذه الشاكلة هتتدمر اكتر ولذلك لابد من وقف هذا الانحضار بشكل سريع جدا طبعا في اشارة ان دول الاتحاد الاوروبا دعمت اوكرانيا في مواجهة روسيا انسياقا خلف تعليمات الولايات المتحدة الامريكية اللي منتهم ان هما هياخدوا جزء من الطرطة الروسية بعد تفكيك روسيا طبعا كلام ابن عام حديث ولا علاقة له بالواقع والدول الاوروبية انساقت خلف امريكا بهذه الشاكلة النتيجة خسروا على المستوى الاقتصادي خسروا على المستوى السياسي خسروا على المستوى العسكري بحيث ان كل المخازن بتاعتهم اصبحت فاضية دلوقتي المخازن العسكرية بمجرد دولة المجر طبعا تعتبر هي التي تغرد خارج سرب الاتحاد الاوروبي هي وعدد من الدول بشكل بسيط جدا بمجرد ما هي تولت رئاسة الاتحاد الاوروبي منذ عدة ايام بدأت تقود القاترة في الاتجاه المضاد بعيدا عن هذا المنحدر طبعا فيكتر اوربان بعد ما ظهر عدد من الدول الاوروبية توجه الى اوكرانيا والتقب الرئيس الاوكراني فلادمير زيلانسكي وافايد رئيس الوزراء المجري انه طلب من فلادمير زيلانسكي رئيس اوكرانيا دراسة امكانية وقف اطلاق النار قبل المفاوضات لحل الوضع في اوكرانيا قبل ما نبدأ مفاوضات انت المفترض جدلا انك انت تتوقف تماما معدش في حاجة اسمها اطلاق نار معدش في حاجة اسمها انك انت تتحرك في الحرب في مواجهة روسيا يعني قبل ما نقول بسم الله الرحمن الرحيم عليك انك انت تعمل على وقف اطلاق النار ورد نائب رئيس مكتب رئيس اوكرانيا ايجور جوفكا ان اوكرانيا ستسعى الى حل النزاع لكن بطرق اخرى اوكرانيا طبعا منساقة خلف امريكا لان الرئيس الاوكراني فلادمير زيلانسكي لا يمكن ان هو يوقف اطلاق النار الا بناء على تعليمات امريكا امريكا مستفيدة من اشتعال الموقف فوق الاراضي الاوكرانية رقم واحد بتبيع النفط والغاز بالاسعار المغالى والمبالغ فيها على المستوى العالمي لكل دول الاتحاد الاوروبي كبديل لروسيا رقم اثنين كل مخزن الاسلحة وترسانة الاسلحة العسكرية اللي كانت موجودة في قلب المخزن الامريكية واللي ما كانتش لقيا حد يشتريها امريكا تباعتها لكل دول الاتحاد الاوروبي بعدما دول الاتحاد الاوروبي دعموا اوكرانيا وفضوا المخازن بتاعتها رقم ثلاثة امريكا بتتحكم في الوضع في قلب الدول الاوروبية رقم اربعة امريكا بتسعى قدما من اجل تدمير دول الاتحاد الاوروبي واضعفها لان الاتحاد الاوروبي كان بمثابة قوة اقتصادية قادمة على الساحة بشكل غير عادي يخض امريكا وبالتالي لا يمكن ان امريكا ان هي توافق على وقف اطلاق النار بالمرة اشتعال الوضع في قلب اوكرانيا لصالح امريكا وليس لصالح دول الاتحاد الاوروبي وبالتالي اوكرانيا لن تعمل على وقف اطلاق النار الا بناء على التعليمات الامريكية فيكتر اوربان توجه لزيارة روسيا بالامس والتقى خلال الزيارة بالرئيس الروسي فلادمير بوتين فيكتر اوربان خلال لقاءه بفلادمير بوتين اعرب عن امتناني لموافقة بوتين على عقد اللقاء حتى في مثل هذه الظروف الصعبة شكرا مستر بريزيدنت على انك توافقت على انك تلتقي بي رغم التحديات اللي بتمر بيها روسيا والمنطقة ثم قال لبوتين انا عاوز اناقش معاك القضايا المهمة واود ان اعرف موقفكم من القضايا التي تهم اوروبا ثم قال ان عدد الدول التي يمكنها التحدث الى طرفي النزاع في اوكرانيا يتناقص بسرعة ليه الدول الصديقة لروسيا والصديقة لاوكرانيا بيتناقص بناء على توجهات امريكية للدول الاوروبية الدول الاوروبية بتخسر يوميا فبتحاول بقدر الامكان ان هي تحقق ثمة مكاسب الا ان هي بتزداد قصارة وهناء عليه بتزداد حضارا وصدمة صدمة من النتائج طبعا قال اوروبان ان قضية السلام في اوكرانيا هتكون محورية خلال الشهور الستة المقبلة اللي هي خلال رئاسة دولة المجر للاتحاد الاوروبي ان احنا هنتبنى ملف روسيا واوكرانيا وملف اقرار السلام خلال الدورة بتاعتنا ديه وصرح بوتن خلال اللقاء ده وقال امل ان تتاح لنا الفرصة لتبادل وجهات النظر حوالين بناء العلاقات الثنائية في هذا الوضع الصعب وبالطبع الحديث عن افاق تطور اكبر ازمة اوروبية وقعن الاتجاه الاوكراني هنتناقش فيها كتير جدا وقال بوتن احنا مستعدين لمنخشة الحل السلمي للازمة الاوكرانية لان احنا دعاة سلام محناش دعاة حرب هكذا دائما يؤكد فلادمر بوتن في كل تصريحاته لان امريكا بتحاول بقدر الامكان ان هي من خلال تصريحات اي من القيادات الروسية قولك اهو الحق دعاة حرب ده هما اللي بيولع الدنيا ده هما ما عندهمش استعداد اساسا يقر السلام الا ان فلادمر بوتن عاصى بايد ماسك عاصى والايد التانية غصن زيتون فانت دلوقتي ساعتك اخرار السلام انا مع اخرار السلام انا مش ضد السلام بالمرة المتحدث باسم المفوضية الاوروبية بناء على هذا اللقاء وهذه المباحثات التي اجريت مع فلادمر بوتن ما بينه وما بين فيكتور اوربان رئيس وزراء دولة المجر اللي هو يعتبر رئيس مجلس الاتحاد الاوروبي المفوضية الاوروبية والمتحدث باسمها ايريك مامير عقد مؤتمر صحفي في بروكسل وقال ان زيارة رئيس الوزراء المجر فيكتور اوربان الى روسيا تقود وحدة الاتحاد الاوروبي انت زرت روسيا واجريت مباحثات من اجل اقرار السلام في اوكرانيا مين اللي فوضك بذلك يخرب بيتك هو مش المفترض جدلا ان الدولة التي تتولى رئاسة مجلس الاتحاد الاوروبي تتحدث باسم كل دول الاتحاد الاوروبي اه بس انت دلوقتي رحت واجريت مفاوضات احنا متضايقين من المفاوضات دي احنا مش عايزينا المفاوضات دي وقال ان هذه الزيارة تقود الوحدة الاوروبية والالتزام اللذين نحتاج الى اظهارهما احنا لازم نقنع الناس ان احنا واحدة واحدة وان ما فيش تصدع في العلاقات بنا وبين بعضينا فانت رايح روسيا اساسا انت بالشكل ده اظهرتنا بمظهر ضعيف جدا وان احنا متخبطين وبالتالي احنا رفضين هذه الزيارة رئيس المجلس الاوروبي شارلز ميشيل قال ان المجر بصفاتها رئيسة الاتحاد الاوروبي ليس لديها الآن الحق في التفاعل مع روسيا نيابة عن الاتحاد الاوروبي ثم فجئنا بان المموسل الاعلى للسياسة الخارجية والامنية في الاتحاد الاوروبي جوزيف بوريل هو كمان اصدر بيان اشار فيه الى ان مجلس الاتحاد الاوروبي لم يمنح فيكتور اوربان تفويضا لزيارة موسكو نيابة عن الاتحاد الاوروبي وقال ان مثل هذه الرحلة لا يمكن ان تتم الا في اطار العلاقات الثنائية بين روسيا والمجر انت بتتحدث نيابة عن نفسك وبالتالي انت مش هتتحدث نيابة عن دول الاتحاد الاوروبا وبالتالي المجر هي التي تتحمل وزر هذه الزيارة المفوضية الاوروبية زيارة رئيس الوزراء المجر الى روسيا تقود وحدة الاتحاد بوتن لرئيس الوزراء المجر احنا مستعدين لمنخشة الفروق الدقيقة حول الازمة الاوكرانية تعالوا بقى حضراتكم شوفوا التطورات او شوفوا الاستنتاجات التالية ايه بقى خلال الست شهور التي تتولى فيها دولة المجر رئيسة رئاسة الاتحاد الاوروبي سقوا تماما ان هيكون هناك المزيد من التصدعات في العلاقات الاوروبية الاوروبية وان هيكون هناك محاولة من دولة المجر من اجل قيادة طيار قوي جدا في مواجهة التوجهات الامريكية المتعلقة بالازمة الاوكرانية هنشوف المزيد من التصدعات هتكون روسيا بمثابة الاداء اللي هتنسف العلاقات الاوروبية الاوروبية قدامنا ست شهور هنشوف فيها العجب العجاب دولة المجر هتفضح الممارسات الاوروبية وهتبدأ تقود هذا الطيار الداعم لاقرار السلام من اجل اجبار اوكرانيا على القبول بوقف اطلاق النار والموافقة على شروط القيصر الروسي فلادمر بوتين اللي كان اعلنها من تاني اسبوع من تفجر ازمة روسيا واوكرانيا رقم واحد اي تدخل في الشعن الاوكراني مرفوض رقم اتنين اي نوع من الدعم اللوجستي او العسكري من قبل دول الناتو لاوكرانيا مرفوض ثم بعد ان ضم عدد من المناطق في قلب اوكرانيا التي تمثل حوالي 20% من الاراضي الاوكرانية اللي هي الوجانسك دونتسك قرسون زاباروجيا بالاضافة طبعا لشبه جزيرة القرم المناطق دي اصبحت جزء من الاراضي الروسية وبالتالي ما فيش نقاش عليها بالمرة اصبحت جزء من الاراضي الروسية لان تم اجراء استفتاءات عليها والناس دي توفقت على العودة للطرف الروسي بعد ما تم ممارسة انتهاكات حقوقية غير عادية ضدهم من قبل النظام الاوكراني باعتبار ان هم ناطقين باللغة الروسية وبالتالي الناس دي فور اجراء الاستفتاء فورا وفقوا على ان هم يرجعوا لروسيا مرة تانية وبالتالي روسيا بدأت تتعامل من منطلق ان الاراضي دي اصبحت جزء من الاراضي الروسية ثم ده من ضمن الشروط البوتينية ثم طبعا اجراء انتخابات رئاسية مؤخرا فوق الاراضي دي فاصبحت جزء من روسيا قلبا وقالبا وبالتالي اوعد اتقرب من الاراضي دي بالاضافة الى اوعد اتقرب من اوكرانيا وتخليها تتخلى عن حيادها او تحاول تدعمها بالاسلحة العسكرية دي شروط فلادمير بوتين للنيتو فيما عدا ذلك مفيش حاجة اسمها ان احنا هنجري اي نوع من المفاوضات بالمرة لان فلادمير بوتين محقق كل اهدافه وحققها بشكل غير عادي بخصوص ازمة روسيا واوكرانيا ونجح في ان هو يأمن الحدود بتاعته بطريقة غير عادية عندما ضم هذه الاراضي لروسيا وقال ان اي اعتداء على هذه الاراضي يمثل اعتداء على كل روسيا وبالتالي من حقنا استخدام الاسلحة النووية الست شهر القادمة هنشوف فيها العجب العجام اشتركوا في القناة